اوكي اوكي عباد الله رجل قهرني يا البنات قهرني ديال بالصحة و لم أبقيت نهائيا قدع عليه عييت منصبر و عييت منغمض عينيه و في مرهده يقولون لي سعداتك و ماذا يكون في حالك الذي عنده رجل في حالك يجب أن يهزه في الراس لا تشعر بيه يا البنات و لا تشعر بذلك ما يوقع ليه عييت منصبر و نغمض عينيه بالحق صافي لم أبقيت قدع والذي حرفيا كان في الكرف الطلاق أكيد سيقولون لي هذا الرجل و انتم حكموا و ماذا فعلا هذا الرجل؟ لا يجب ان نهائيا فرط فيه و لا فرط فيه ألف واحدة تتمنى ولا سوف يركبه و بسلامه كل واحد يشط طريقه المهم قبل ما نوصل هذا النقطة سنعود لكم القيصة لمنطقة السلام عليكم معكم اسيا بنت عادية جديت و كبرت في أحد الأسرة لمتوسطة الحال الأبدي كان مو ضعف أمتي ربت بيت كنبينا ربعة ديالخوت و جوج درالي و جوج بنات كبرنا الحمد والله بخير و حلا خير و حتي شي حاجة ما نقصانه المهم ان القراية ما كانش عندي مقاها بساف هذا الشي علاش كيف سقطت في الباك حرفت محلوفي من بقى نرشح الأبدي لي حاول معي حتى تحيا و مهمتي كذلك و مثال بالحق انا ما بغيتش بقيت قلصة في الدار تقريبا حام و من بعد كنت قررت ان ننجل شي حاجة فكنت خطلت تكويل مهاني مهم درست فيه عامين و من بعدها بقيت جلوق كل مرة و فاش بعض مرات خدامه و بعض مرات قلصة في الدار و الوقت اللي كان يكون سافيد في الدار كثر من الوقت اللي كان يكون خدامه فيه سوف نبقى جرى هكاك حتى النهار اللي سنتعرف فيه على واحد ولد الناس و كنت تعرفت عليه في الانترنت مهم سيئة كنت خلني هذه الدخلة المهروفة و كنت تعرفت yani قلت لله بسم الله كنت سابسا قلصة في الدار مهم سنيتك كدين كايا و كما شكت فعل ايه انه مربح ايه ايه لما قالي انه having قلصة حاجة لنا قلصة الطاقة قلصة طداقاء حتى السيد وكان واحد الشخص المهتم بالتفاصيل يعني اي حاجة ذات تعليق يعرفها الصوت يلي تبدلك يقول لك مالك يحس بيك حنين 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 لواحد درجة اللي كتفوق الخيال المهم غادي ندوز مع واحد المدة حتى النهار اللي قالي غادي نزل مدينتك باش نشوفك وفحلا كان نزل مدينتي وكنت لقت معها فاس عفاس سيد كيف شافني حماق عليا وحتى انا صراحة الولد كان عجبني بثاف ما كان نقصو حتى الشخار والمستوى ديالو كان زعما كيبان مزيان طموبيرة ديالو زوينا الهندام ديالو مزيان مهي مرهجل كيبان انه زعما ميسور الحال ما نقصو حتى الشخار صافي من مورا ما تلاقيت معاه ولينا كنهضروف المعقول مهم السيد كان كيقولي انا مساعد لزواج حتى من غدا وفعلا كيف صافي وقفنا على المعقول كان قالي يا مرحبا وكان نشى ودوا مع اخواتاتو حينت ماماه وباباه بجوجبهم متوفين المهم دوامحاهم قالوا ليه مرحبا كانوا الزواج وشو عدنا نيشا للطهر مهم ما خلوا مماشوا في يديهم الناس ديال الصواب والعادب وحتى هو كان واحد الانسان ما كيخرج من فموغي لعسل السيد كيعرف كيفاش يهدار وكيعرف التاويل والصواب مهم ما خلال لنا ما نقوله هدار مع الاب ديالي والاب ديالي حماق عليه الأمور كاملتي سرعت وكانوا قالوا لينا مرحبا بكم عدنا جيوا تعرفوا علينا وتعرفونا فين ساكنين وفي نفس الوقت تعرفوا بنتكم فين غادي تسكن حنا مفرحنا وقلنا ليهم بسم الله المهم كانوا دارهم انا النهار واحدة حلايا كنا وجدنا ودينا هدك شي اللي قسم الله في ادينا كان زعر داتي عينا واحد خطو عند هالدار مهم مشينا ساقبلونا او تاني مسيان دوزنا هدك النهار باخير والاخير في التالي كنا خرجنا من تسمو كنا مشينا لدارو دارو لدخلتي ليها دفلي في شونك ما الدفلي فيها عرفتي الدار مصمقة مقادة مطولة بدكورة ديالها دار ديالشي وحدة مطولة مقرصة مجبدة مهم دار مناقصة حتى شي حاجة صافيا نعجبني الحال وكنت كنظن انه زعما اخواتي اعتوها داوما ليوقفوا معاهم وليمطرفين معاهم وليقادين حين تعرفونا غادي نجيو باش نشوفوها مهم غادي نمشيو ومنمورها مباشرة كان سيادوه معا الاب ديالي وقالو امتا نحدو الموعد ديال العرس ودل درب استاق مهم كانت فاهمها الاب ديالي وكان مزروب قالو ما كين لاش نسناوه لأمور كاملة مشات مرمورها هذيك العشيوه دغيه دغيه تقريبا ما كاملش واحد شهر ونص كنا درنا في العقد ودرنا في العرس وكنت زوش بذيك الراجل ومشيت عنده المهم بعدا في الزوش بيه كنت مشيت وسافرت انا وياح والسياد كان مهلي فيها تخيلو غادي ندوز معاها هذيك سبع ايام اللوله ايديه ما كان حطاهاش في الماء حيثا من تدواجه ولا كيدووش ليه كان كيقول ليه مديري حتيشي حاجة انتي عروصة المهم كان مدلعني دلع بنقوش ليكم عليهم من السراحة اتفاجأت فيه بقوة تتوال ديالو وكنت لاحظت ان السياد كان عرفي طيب مزيان او انقدر نقول لكم كان خطير طيب كان طيب ليه واحد طاجين ما عمرني في حياتي كليس في حال هذا الطاجين بنيل 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 واحد طاجين ما كان طيب وفوق من هذا الشي كان حني الله يعمرها دار مهم انا يا احمد الله وشكرته وقلت اذا اكيد شي خير قدرتو اربعوا ليه في هذا الراجل لان هذه الراجلة ما نقوش لكم كيف اشكال ومهم دوس مع هذه المدة وفتالي كنا رجعنا في حالتنا رجعنا في الدار ديالو مهم رجعت الدار مقدمت ولم صيبة ما نقوش لكم عليها سافيت خناصي اصلا كن خصوة يرشع لخدمتو وانا بقيت غالصة في الدار مهم نهار اللويل نوت جمعت الدار دخل طيبة الغداء قديت الامور وانا فرحانة واخيرا الراجل سوف نريح الناسية المهم قديت كل شي قديت الطبلة قبل ما يدخل هو كان يدخل مع الوحدة سي يدخل بدك يدورها في الدار كي يحول هذه مهنة هدي مهنة هدي مهنة قاعدك شي اللي درسه بدك يحول فيه في الثاني كنمشى وقرس فوق الطبلة المهم قارس طريقة كنياكل وكياكل وكياكل وكيشوف فيها مهم هذيك الماكلات بنينا عادية المهم كلا غسل يدي هم من بعد يبس حويجو وكام شاعب تاني الخدمة وانا بقيت انظر في الدار قدي هدي صيبي هدي زالت جديد تلعفون قد كنديم امامه حتى ضرباتي السبعة دول العشية المهم دخل الدار سي يدخل القاني واقفة في الكوزينة كان وجد العشاء صافي كان دخل دار الطابلية وقفتها قلت له مهم سيد يوجد معي وانا كنت فرحانا قلت له مهم تعلان رومانسية صافي كنا كمنا قلت له نغسل الماعن قلت له الله ما تغسلهم انا اللي غادي نغسلهم المهم سيد غسل الماعن ومسحهم وفش بغير يردهم اردهم كيفما كانوا في الأول انا كنت بدت لانا الكيسان هو طوال مني كنت قربت حدايا الكيسان والبعاد هذا الشيء اللي ما غادي شي ناسبني مهم بلاكار دي الكوزينة كله كنت شغل بتو ناعد هذا الشي كامل قلبه اردو كيفما هو ادويت معاه ويقول يلا را هكا خصو يكون كلي لانا هناك كنا الفيترينا ما ما كنا الفيترينا حد فعلا هذيك البلاسة في هاتزاج المهم حنا ما قدرت نقول لي حتى شي حاجة فحلا مرضيت شو بقي حشمانه دوسها وغمت عينيه المهم غاديدوز هاداك منهار الغد لي السيد او تاني غاديشي وقت الغداء تخيلو كيف دخول السيد لاح ويجو وهز واحد السربيته وبدك يمسح الغبرة انا مرضيتش وما كراش الارض تشق وندخل فيها المهم شيت عنده وكتل را الله همسحت ويقول يلا انا ما شي شي حاجة غير بانتلي انا شوية الغبرة المهم سيد بدك يمسح واداك الدكورات كاملين كان حولوا ومردهم كيفما كانوا صافي انا يا غمت عينيه حطينا تغدينا تكوى واحد عشاط دقيق من بعد الوسح ويجو ومشى وانا بقى فيها الحال لدويس مع ماما وعود لها ذاك الشي ويتقول لي ماما هادي يمكن هو انسان عزيز عليه الترتيب وكيف يغير التبوحة الحاجة بوحد طريقة حافظة الى هاداك الترتيب وما تبقى اش تنقضي وانا باقي كان هدر مع ماما حتى عيط ليه قالوا السلام كديرا لباس عليك الحمد والله قال ليش في متوجديش العشاء حتى نجي انا يا قلت اكيد غادي يجيبيني العشاء من الزنقة صافي قلت لي واخا مهم سديت هاداك الخط وكنت كملت مع ماما حتى كنت 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 هنضر مع اغير في الواتساب صافي قدرت معها هادر مانا هادر مالهي قطعت انا وياها تكيت واحد شوية حتى ضربت هاداك السستة واذا سنقضي وانا يدير ما اشنو غادي في التالي مشيت قلت خلية احتى يجيبيني نشوفو اشنو واجه بشي حاجة من الصلقة المهم سيد جا يديه طوال انا مفهمت حتى شي حاجة قلت اهدي غوث ويقول ليه لم يوجد ليه احتى قبل ياسي ضرب الطابلية ودخل الكوزينه كيوجدت شفت فيه وكتل فاش انتا معوث واجد لاشا قل لي يزعم ما هنوجدوليك سيديه كونه لأنا اليوم سأتكلك من يديها سوف يكون لديك الكزينة هذي الراجل تاوي الديال لانا لا يوجده ومثل في السر بيتا ومثل واحد درجة لين تطيعه وفي نفس المغس يقدف الواقر وكتب في اللحظة ومثل في المحلقة ومثل في السر بيتا ومثل في النقاط مهم هو كي قد وانا كانت تعقد من الداخل ديالي وكانت تفقاص محمل شراسية او شي شي واحد في حالة كي يبين لك انا هذك الشي اللي كالديري ما اعجبوش ونحسس في ذاك اللحظة ماشي هو بغي طيب لياه في حالة طيامي ما اعجبوش صافية هذك اه طيب هذك الشي لقسم لاحظه وشان كليكم وخاكم طالع لي الدم ولكن تحت فيه امياء والسيد كيعرفي طيب من ذاك الشر فيه اقدم ماذا عن اليه اعجب لي فخاكم لتصفحي عنه اي انا مهم السيد اي شقل معي في كل شي وفي الاشياء في اغلبيه الأحيان يوجد يشد شئ ودائما في داخل كوزينة كان نجمع شيئا كي يقولين لا و اي حاجة قدرتها كي عاودها من كذبش عليكم بديت كان امرض نهار الى نهار و بديت كان حسس بالنقص و اكيد هذا الراجل ما عاجبوش شقة ديالي مهم انا امرأة و اكيد اي امرأة غادي تحس بيها سافي في ذاك الوقت كنت كنشكي على امو يمتي و امو يمتي كنت قولي يلا يمكن هو عاش واحد لمدة طويلة ببعده و فعلا سيد كان عاش مدة طويلة ببعده لان وليدي كان وماته صغار و هو بقى هاكم جلوقع عند اخواته حتى النهار اللي سهل عليه سيدار بي و كان خدم من موراها كان كرا و من موراها كان من بعد ذاك الشي كان شرا هاد البرت ما وفررش على ضوقه و قادها تم هاد كنت فهمت ان الراجل اللي جينا عنده ماشيشي واحد يجمع ليتدار دار هاكا كان دايرة و كان مرتب لواحد دار راجل ما يكطيهش على البال و انا ماشي كونشي واحدة ليمعقازها و الحاق ما مرتبهش يعني متلا نقدم ندخل الدوش نخروج يبقى ماشي يزعمدك شي وائر مقادف على جامعة كان جمعه 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 عادية و هو الا انا متلافش كان نخرج و الى تخلي من المورايا مباشرة يخرج لك من هذا الدوش حتى يرد بقى شخشق بنقى المرايين مسوحه كل شي مقاد و هو بعدها في الصباح فاش ينوض اي حاجه يرونها كي قادها اي حاجه يجبدها كيردها البلاسها اي شرب غير كاس لما يكمل منه كيزيف و كيردوا البلاسه دائما نقية هاتش في الول كنت كنغمض عليه عيني اي ام امتي تقولي يا صافي ما تديريش بها لك خليهو هناك و لكن من بعد و كنت نحس براسي انني ما عندي حتى شي لازم في هاتي كتدار كنت نحس براسي فحلا ما كندير حتى شي حاجه اي حاجه درتها ما كتعجبوش قادس الدار كيعودها لمبط كيجي عاوني لمبط من المورايا جماعت كيجمع مرمورايا حول شي حاجه كيجي عرضك في مكانة المهم السيد فحلا ما اذاك شي كامل اللي كندير انا حتى شي حاجه ما كتعجبوه و ما كانش كيه دار ولا كيقولي يلا ديري هاتي هكا و دائما غادي معايا غير بالحيلة و دائما غادي معايا غير بالحيلة و غير قلسي على نوجد العشاء بقالي غري يقولي يقلسي على نوجد الغضاء حتى من الفطور كان هو اللي كيوجده المهمة البنات غادي نبقاوها كاك حتى نهال اللي غا تعرض علينا واحد خطو و غادي نمشي و ثم غا نتصدم اعرفت و السيد قلس وسط اخواتات و اضحك و تريقيل ولا هدرة وشي هدرة انا اللي مرة ما نقولهاش اعرفت و داخل معاهم في ادق التفاصيل كيف صيبتي تكتوكا و اعد من مشيتي و كديره جرت كفلانة و شنو بقي دارت مع راجلها مهم السيد هدرت و هدرت العيالات انا هيتم متزيرت بزاف و ما اعجبني ايش الحال المهم كملت ذاك القلسة غير بزافة و مشيت للدار عاويت الماما و قلت ليشو فيه خلي الراجل عاديره يمكن حين تمربي مع اخواتاته و تكشي على جدير هاكاك قلت لها امي انا راجلي ما نبغيش يكون في حال هاكا المهم من مورا هاداك الشي انا بغيت نحرف بالضبط اخواتاته اشنو كيقوله فقررت ان اهزلت التلفون و ندخل محادثاته و هو اخواتاته و تم اصدمت صدمة عمره تخيلوك القسيد و يدخل معهم في شتافات الصيلي لم يجب ان يدخل معهم اصلا فيهم يقولون اخواته ما ضيبتي في الغداء كدرت الهادي في مشيتي مع راجلك شنو قالليك شنو درتي مع الوسك هاديك بنت الحرام دير عقوزك شنو قالليك اعرفتوا شنو هدرات العيالات هدراتي العيالات انا انتي اختي وحدة و ما عمرني ما وصلت معها لها دوك الممصل و ما عمرني ما هضرت معها في شحويج دي العيالات تخيلو اخواتاته و ركد يبعوهم في شحويج لحساسين و عارف عليهم شحويج لانا اصدمت لدرجة ان السيد عارف اخواتاته حقشار امتك تجيهم و شد معهم الحساب و يقول لها الهادي كالتعطلس عليك لا غاكل ام سا غدجيك اللا رخصت جيك البارح اللا رخصت جيك غده و انا اريد شفاف اصال انا اصفت مطح لي السقار ما نقول لكم هنا ما بقى ايجابني حال و احس براسي اني ما مزوجه براجل مزوجه بمرأة و خاصة فشدك الراجل يدلعني بلا قياس و مك يخصرش لي الخاطر اللي قلتها لي يقول لي اواخه ما كيتنقش معي موالو وبعد المرة اخوط كيح تراتي و يبقى ساكد لم نكدب شالكم ان هذا الشيء كامل مردني في حياتي و انا اريد شعور اني مزوجه براجل نحس برأة مراف هذيك الدار اه داري هذيك ندر فيها اللي بغيت نشقى كيف ما بغيت نطيب نوريح النتدية و نتعلم و حرفيا ما بقى نهائيا كي يخليني ندخل الكوزينة فهذاك الغداء حينت هو ما عنده يفشى يديله اما في العشية كي يجي كيديل لقشة ديالو وفشأ انا كنت دين لقشة كنحس بالراجل فحاله ما عجبوش الحال وليدرت بحاكة اليوم العشية الغد لي كي عيط لي يا بكري وكيقول لي ما تدي لي حتى شي حاجة حتى نجي وكي يجي كيدخل الكوزينة وكيبقىها كي يجمع ويطلق الاندلوسي ويبقى قلس وناشط مع قبو انا يقلس احدا ونواقف احدا وهو عاجبو الحال وكي طياب وما على بالوش ويحاط تباصل هذيك الطبلة مسربية يا البنات على حقها وطباص وطريقها وتباصل هانيت عارفتوا التباصل كيفاش ديرين الحطة كيفاش ديرا ويقلسية كلك بالعشق ومن بعدين وضيرت لك هذيك الكوزينة كاتشال هذي دخل الفراج وشفاش كنقول له مثلا انا نخسر المحن كيقول لي يا لا لا غير سريد وشورتاحي لك شوية حينت عارف وخقاعنا نخسر المحن غسو ينضمن ورايا باش عاوتين يدير هذيك الجولة حول العالم المهم السيد ما بغيش نهائيا يبدأ يدير السيستام دي حياته انا البنات في الأول كنت صابرة ولكن مؤخرا مجيز كنحس براسي هذيك كامل ممسلكنيش مبقاش عاجبني عارفيا ما كنحس براسي مرة في هذيك الدار اعرفتكم غدا تعيروني وغادي تقول لي يا احقا انتي يزتي في وعندك راجل الف وحدة تمنى كيفما كتقول لي يا مامو كيفما كتقول لي يا اختي اختي كتقول لي العار لمسل في نراج لك غير نهار اجيتش في هذي المعفون يمزوجها به كتقول لي انا نجمع هو يرون انا نقد هو يخسر تخيلوا فراقار دياني دائما ما اصباحه كيدا ضارب على الكوفوز ومقدم ستفر وهي عطل في الريحات ومقدين وضاكة شبه ملا انا لا انا مثلا كان دير ريحة كنحطها بقوز وصافي هو لا منظم ومنظم منظم ومنظم منظم ومنظم بلاقياس الربنات تكون لي يقولي ايش بيعتي خبز وهذا الشي اللي كتقولي فيه تخرب هيق ولكن انا اللي حسب المزود ما اعرفتش البنات ما اعرفش وش البنات وش انا يا غالطة ولا الله كانت من لشي واحدة فيكم تكون مثلا عاشة نفشت جريبة باش تقدر تحس بي انا البنات ما بغيت حتى شي حاجة بغيت نحس براسي انتة في هذيك الدار بغيت نحس براسي مراه بغيت نحس انه يكون عندي يدور في هذيك الدار بغيت راجلي يكون من طيابي ويعجبوا الحال بغيت نقادل حاجة ويفرح بيها مشي انا نقادل هو يص طيب من مرايا ونزيدكم هالبنات حسب الولاد وليله هو ليش ادليه الحساب حينت قال لك احقا ما حقا من ولدو حتى نكملوا عامين نكونوا شبعنا من بعضياتنا ونكونوا ها كدرنا وخرجنا وسافرنا ونكونوا زعماء يعني يلا تفهمنا ما بعضياتنا انا ما نكدبش لكم هالبنات انا زما حاليا كان فكر ان هو خقع هو يبغي الولاد نقول له باقي ماشي دابة حينت باقي الحد الان ممرتاحاش في هذي الزواج باقي كان حس براسي ما عندي حتى شي لازمة فاش كنقول ما بطلاق اسبقات ن وكس قولي ان ترى بطلاق حرام شبعتش خبز ختي كذلك ومثال البنات تلفت سوما تليس عارفة مندير حتى شي واحد ما قد يحس بيا حتى شي واحد ما بغيع تعرف انني انا عندي مشكل كل شي كي قولي يا زاداتك وعطينا هذي الراجل لاندك وش البنات جاتكم عادي ان نظارك ما عندكش الحق القسيفة حتى شي حاجة وش البنات جاتكم عادي ان راجل كيدويم اخواته تفشي مواضيع لي ما خاصوش نهائيا يدوي معهم عرفتوا الهضراء البنات دي العيالات دي العيالات دي العيالات د دعني أنا دعني لardon منذ عددا اني ترى لأكيد كime ما حящى ان نترى بطلاق معكم تل في هات الشى حينcules الغزالة لي هنا سنة القصة نتمنى تجب دون ودنين صاحبة القصة وطبعا لا تنسوني من التحليق الغزالة لي هنا لا تبقى لها إلا وكليكم لا تخيش بكم كات معكم شهر ازعد اللي كات حماق وكات متعليكم